السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفوتوغرافي أو التصوير الفوتوغرافي واحدة من أمتع الهوايات عند كتير من الناس فضلاً عن إنها وظيفة بتحتاج حد عنده نظرة إبداع وعمق فني من طراز رفيع وده لإن التصوير في حد ذاته بيجسد الطبيعة من حوالينا وكل ما تكون الصورة بتحمل تفاصيل أكتر كل ما بتكون أكثر جمالاً وجاذبية في بداية التصوير كانت الصور خالية تماماً من أي تفاصيل وكانت مجرد صورة مسطحة وبتفتقر لوجود أي لون يعكس حيويتها ومع مرور الوقت اتطورت تقنيات التصوير وبقت الكاميرات أكثر دقة في التقاط التفاصيل بالإضافة لظهور الألوان بصورة أقرب ما يكون للألوان الطبيعية وبعدها ظهرت تقنية التصوير السلاسي الأبعاد واللي أضافت تفصيلة جديدة للصور وهي الإحساس بالعمق والتكسيم اللي بيقرب شوية وشوية من الواقع وتطورت تقنيات التصوير لمدى أبعد لحد ما وصلنا لمحطة مختلفة تماماً وغير مسبوقة في عالم التصوير لو دخلت متحف MIT اللي بيعرض كل الأعمال الإبداعية والفنية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة هتشوف مجموعة من الصور المجسمة بشكل مختلف عن المألوف لو جربت تتحرك يمين أو شمال هتحس إنها مش مجرد صورة وكأن فعلاً الشيء أو الشخص اللي بيكلمك موجود قدامك أهلاً بكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن تقنية الهولوجرام وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول في القرن التاسع عشر والقرن العشرين كان العالم بيألف نوع واحد من تقنيات التصوير وهو التصوير صنائي الأبعاد واللي بيعتمد اعتماد كلي على الضوء المرئي اللي بيسقط على الأجسام وبعدين ينعكس على الفيلم الشريطي اللي بتستخدمه الكاميرا علشان بعد كده يتم تحميده وإظهار ملامح الصورة اللي تم تصويرها لحد ما جه علم الفيزياء ومهندس الكهرباء دينيس جابور عام 1951 وابتكر نموذج جديد للتصوير المجسم عن طريق إحساس المشاهد للصورة بالعمق وأصد بالعمق هنا هو إحساسك بوجود فروق في درجة الإضاءة والظلال لكن مع ذلك لحد الستينيات ما كانش فيه نموذج حقيقي يتبنى على ابتكار دينيس لأن الابتكار بتاعه كان مبني على التداخل بين الإلكترونات والتصوير كان مبني على الضوء فعلشان يتم تطبيق نموذج دينيس للتصوير كانوا محتاجين شعاع ضوئي ليه خصائص مشابهة ومتقاربة مع خصائص الإلكترونات اللي استخدمها في الابتكار وفضل الحل على كده لحد نهاية الستينيات لحد ما تم اختراع الليزر وساعتها بقى متاح للمتخصصين أنهم يبدأوا يجربوا نموذج دينيس للتصوير الهولوجرامي باستخدام أشعة الليزر وجد سنة 1971 وحصل دينيس على جائزة نوبل بسبب اختراعه للهولوجرام قبل ما نعرف إزاي الهولوجرام بيشتغل وإزاي بيتم استغلاله كتقنية التصوير محتاجين نتعرف على طبيعة وخصائص أهم عنصر بيستخدموا الهولوجرام ألا وهو الليزر بعضكم ممكن يخلط بين الضوء العادي اللي بيجينا من الشمس أو من اللمبات باختلاف أنواعها وبين شعاع الليزر اللي اتنين في النهاية موجات كهرومغناطيسية واللي اتنين ممكن نقول عليهم ضوء لكن مع بعض الفروق الضوء اللي احنا عارفينه كبشر بينتشر في الفراغ في اتجاهات مختلفة ومتبعترة وما فيش اتجاه محدد بيمشي فيه بالإضافة أن مكونات الضوء الأبيض نفسه هم الألوان المعروفة بألوان الطيف كل واحد منهم ليه تردد مختلف وبيسلك سلوك مختلف عن التاني لكن لما بيتحطوا كلهم مع بعض بيطلع لنا الضوء الأبيض ففيه نوع من العشوائية في الضوء الأبيض وكأنه شارع زحمة الناس ماشية فيه يمين وشمال في حالة فوضى عكس طبيعة شعاع الليزر واللي بيتميز أنه مجموعة من الحزم متربطين مع بعضهم ومتحدين بصورة منظمة للغاية أشبه بمجموعة من المجندين ماشيين في طابور واحد والفرق اللي بين الضوء الأبيض وضوء الليزر ده بيسمح لنا نشوف بعننا الفرقات اللي بتنتج نتيجة وجود الشعاعين دول وهم ماشيين جنب بعض ودي حالة فيزيائية تسمى فرق المصار وفرق المصار ده بيخلق أنماط من البقع المضيئة أو المظلمة على الشاشة اللي بيسقط عليها الشعاع لكن لو جربنا نجيب كشفين طالع منهم ضوء أبيض وحاولنا نمشيهم جنب بعض مش هنشوف فرق المصار اللي بيحققوا الليزر بجدارة وهو ده المفتاح اللي تقنيات الليزر هتقدر به تجيب تفاصيل ما قدرتش تقنيات التصوير التقليدي إنها تجيبها التصوير التقليدي بيعتمد على الضوء الأبيض فكل اللي بيقدر يجيبه هو معلومة الإضاءة واللون فنقدر نتخيل شعاع الضوء الأبيض إنه شعاع من الطين أو السلصال بينزل على الجسم اللي بنصوره فياخد السلصال شكل الجسم ويرجع تاني لعدسة الكاميرا وتبدأ الكاميرا تترجم المعلومات دي لصورة عن طريق مجموعة من النقاط المضيئة والمظلمة اللي بتقول لنا أنهي نقطة في الجسم اللي صورناه كانت منورة وأنهي ما كانتش منورة وعلشان كده لما بنيجي نبص للصورة الفوتوغرافية من الجنب بنشوفها مسطحة ومش بتحسسنا بالواقعية بالمرة لكن على الجانب الآخر فالصور ثلاثية الأبعاد اللي بقينا نشوفها في شاشات السينما مؤخرا فهم بيصوروا الجسم باستخدام كاميرتين مختلفتين باتجاهين مختلفين وبعدين يخلوا عين تشوف صورة منهم والعين التانية تشوف الصورة التانية فتبدو الصورة وكأنها مجسمة لكن برضو بتقع في نفس المشكلة وهي أننا لو بصينا للصورة من الجنب أو في دلنا نحرك راسنا يمين وشمال مش هنحس بواقعية الصورة زي ما بنشوف الجسم قدامنا على الحقيقة وهنا بيجي التصوير الهولوجرافي المبني على تقنية الهولوجرام التصوير ده بيتميز بالتفصيلة دي وساعتها بتشوف الجسم قدامك بالكامل وكأنه موجود على الحقيقة ولما بتجرب تتحرك يمين أو شمال أو تبصله من زوايا مختلفة هتلاقي المنظور بيتحرك معاك بشكل طبيعي فلو كانت الموناليزة اللي رسمها ده فينشي بتبصلك وانت في أي اتجاه فلو رسمناها عن طريق الهولوجرام إحنا كمان هنقدر نبصلها من أي اتجاه ونشوفها من وشها أو من ظهرها وهنا بيأتي السؤال الأهم وهو إزاي بيشتغل الهولوجرام في البداية بيتم إعداد بيئة الهولوجرام واللي بتتكون من شوية مرايات عكسة وحائل عبارة عن طبقة رقيقة بيتم استقبال الأشعة دي عليها في النهاية بيستخدموا شعاع ليزر بيكون بالنسبة لهم هو المرجع الأساسي اللي هيقيسه من خلاله حصل اختلاف في المصار قد إيه وبعدين بيجو بشعاع تاني وهو ده اللي بيسقط على الجسم نفسه اللي عايزين نصوره وبعدين ينعكس من على الجسم وينزل على المرايات العكسة ويفضل يتعكس مرة بعد مرة لحد ما يوصل للحائل بعد فترة وجيزة والفرق في توقيت وصول الشعاعين بيعمل فرق في المصار بينهم فبيحصل تداخل بينهم وهم داخلين على الحائل وده بيكون مجموعة من البقع المضيئة والمظلمة واللي تعتبر ترجمة للمعلومات اللي كان شايلها الشعاع اللي صور الجسم بتاعنا في الأساس وبكده نبقى تحصلنا على معلومات الإضاءة والألوان بتاعة الجسم ويبقى معلومة وهي العمق واللي فعلياً بتخلينا نحس بالواقعية بتاعة الهولوجرام وهنا بتظهر آخر خطوة في تقنية الهولوجرام وهي إنهم يخلوا شعاع الليزر الأصلي ينزل تاني على نفس الحائل بس المرة دي هينزل لوحده فنتيجة التفاصيل اللي مطبوعة على الحائل بالفعل لما الليزر بيغبط فيها بيطلع لنا من الناحية التانية صورة الجسم بشكل مجسم فلما تبدأ ترف حوالين الصورة هتشوفها من زوايا مختلفة كل زاوية ليها تفصيلة مختلفة عن الزاوية اللي قبلها وكأن الجسم اللي قدامك حقيقة وملموس باستخدام تقنية الهولوجرام في التصوير بيظهر نوع جديد من آليات التصوير اسمه الهولوجرافي ودي تقنية ممكن نطوعها ونستخدمها في الكليات والمدارس على سبيل المثال في تكسيم الصور المختلفة والرسومات اللي كنا بنشوفها على الورق في الكتب قبل كده وبدل ما تبقى مجرد صورة تبقى مجسم سلاسي الأبعاد قدامك تقدر تشوفه من كل النواحي وده هيساعد في تعزيز الفهم عند الطلاب وهيخلق حالة من المتعة وهيحسوا المعلومة أكتر من كونها مجرد كلام بيتقال وخصوصا لو كانت الدراسة مثلا مرتبطة بجسم الإنسان فهنقدر نشوف القلب من جهات مختلفة ونشوف الجهاز الهضمي والتشريح الداخلي لجسم الإنسان بشكل مجسم في الهواء قدامنا يسمح لنا بتقريب الصورة بشكل استثنائي ويساعدنا على التوضيح أما بالنسبة لعالم السينما وصناعة الأفلام فتقنية الهولوجرافي هتكون ثورة تقنية في صناعة السينما وبدل ما انت بتشوف الفيلم على شاشة التلفزيون المسطحة قدامك تقدر تتفرج على الفيلم وكأنك قاعد جوه المشهد ومن المحطات الرائعة للغاية اللي نتمنى نشوف فيها الهولوجرام هي الجوالات الأسرية والسياحية لمختلف المعالم والمزارات فبدل ما كنا بنسمع مرشد سياحي بيشرح لنا الأحداث اللي كانت بتحصل في المكان الأسري ده ممكن وقتها نتفرج على نسخة من الأحداث نفسها مصورة عن طريق الهولوجرام وكأننا حضرين في نفس المكان ونفس الزمان فنبني تجربة مسيرة جدا للسياحة عن بعد واللي ممكن بعد كده تتطور والناس تروح تزور المكان ده على الحقيقة ده غير تطبيقات تانية كتير ممكن تقنية الهولوجرام تتوظف فيها وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن الهولوجرام تحبوا نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة